في مقر المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجونيف أو دعت المملكة العربية السعودية سكية الاندمام لكل من اتفاقية لوكارنو واتفاقية فيينا للمدير العام للمنظمة العالمية وقد تمت مراسم التسليم في مقر المنظمة بحضور كل من منذوب المملكة العربية السعودية السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس غوري هاتان الاتفاقيتان في غاية الأهمية للمنظمة والمملكة أيضا لأنهما تتيحان الهيئة السعودية الملكية الفكرية التعاون مع الهيئات والدول الأعضاء في تلك الاتفاقيات واجاء انضمام المملكة لاتفاقيتين لوكارن وفييننا بناء على مرسوم ملكي وقراري مجلس الوزراء 219 و256 وذلك توافقا مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز الجهود الدولية وتحفيز الجهود الوطنية من أجل ترقية وتطوير العمل الوطني وفقا للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية يأتي هذا الحدث في سياق اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بحقوق الملكية الفكرية خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز حقوق الملكية الفكرية وهذا السكان يمثلان خطوة في هذا الاتجاه بحمد الله نحن في المملكة لدينا قوانين تحمي الملكية الفكرية وهذا الأمر مهم لاستخطاب المستثمرين وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالعلامات التجارية وأيضا الأمور الأخرى ذات الصلة وتعتبر اتفاقية لوكارنو من الاتفاقيات الهامة في مجال الملكية الفكرية وتنص على تصنيف دولي للتصاميم الصناعية من أجل إيجاد نظام عالمي موحد للعلامات والتصاميم وتعتبر اتفاقية فيينا أهم تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية وتصنف جميع النماذج الصناعية المسجلة في المملكة البالغ عددها سبع ألف نموذج وفقا لتصنيف لوكارنو العالمي في إطار جهودها الدولية وعلاقاتها الممتدة بين منظمات الأمم المتحدة تقدمت المملكة العربية السعودية بسكي اتفاقية فيينا ولوكارنو للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية طه يوسف حسن قناة الإخبارية المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية جنيف